زي ما قلت من شوية من ضمن البشاير للإصلاح الاقتصادي انقفض سعر الفايدة سعر الفايدة انقفض مرتين كل مرة واحد في المية وطبعا في ناس بتبقى مش فهم القرار وفي ناس فهم جزء من القرار لكن بالبلدي الاقتصاد البلدي يعني انه عندي علاقة عكسية بين سعر الفايدة وبين الاستثمار كلما ازداد سعر الفايدة في البنوك الناس تاخد فلوسة تخطأ فين؟ في البنوك سعر الفايدة عشرين واحد وعشرين ببساطة الراجل عايز يضمن فلوس عائد على فلوسه معايا مليون جنيه احطه في البنك هيجيب لي عشرين في المية خلاص مضمون ومؤمن لما يكون سعر الفايدة عشرين هحطه في البنك ولا راح اعمل مشروع حتى مشروع زراي صناعي اي حاجة طبعا اروح البنك لان اروح بقى مشروع ومخاطر المشروع وتسويق المشروع وموافقات المشروع والروتين بتاع المشروع لا البنك افضل لما ينخفض سعر الفايدة من عشرين لخمستاشر لا هفكر بقى لا انا اروح خمستاشر في المية بس تمانا فيه مشروع ممكن يجيب لي عائد خمسة وعشرين في المية بشوية شغل بشوية تعب يبقى افتح مشروع لذلك كنا نرى انه رفع سعر الفايدة في وقت ما لما وصل لي فيه شلات السمار ولا غيره بعشرين في المية كنا حطين ايدنا على قلوبنا احنا بنمص بس لجزء من الحقيقة ازاي ده ضد السمار ضد بلد نامي طالع عايز ينمو عندي مشروعات صغيرة وعندي بطالع عايز افتح مشروعات ازاي تزود سعر الفايدة لا ده كان بيزود سعر الفايدة لاهداف تحقيق اهداف مالية اهداف اقتصادية احنا ممكن نكون مش شايفين اثارها دلوقتي بعد ما تزبط نزل تحت قال لك لا هقلل بقى سعر الفايدة نزل سعر الفايدة وقت في المية بسرعة الناس المدعين ايه ازاي ليه امتى لانه خلاص بيئة الاستثمار اصبحت جاهزة تقدر حضرتك تسحب فلوسك من البنك او تاخد قروض من البنوك وتبدأ تشتغل في الاستثمارات مشروعات متناهية الصغر مشروعات صغيرة مشروعات متوسطة والدولة ايما بالمشروعات الكبيرة وبتشاركها فيها الشركات الكبيرة ازا ازاي هيجي الاستثمار من برة وسعر الفايدة عندي مرتفع مش ممكن مش منطق بالتالي انخفاض سعر الفايدة اللي خدوا البنك المركزي مرتين متتاليتين بيؤكد انه المستقبل القريب والحالي للاستثمارات الصغيرة ومتناهية الصغر والدولة بتدفع في هذا الاتجاه